السلام عليكم أصدقائي معاكم أخوكم حسين من قناة تيك فونز ومن أكثر الأسئلة التي وصلني دائما أن حسين عندي مبلغ 200 ألف دينار أو أقل شوية خلني نقول مية مية وشوية دولار وريد تابلت يكون مناسب للاستخدامات الدراسية لمشاهدة الأفلام مثلا التصفح والسوشال ميديا أو حتى ممكن الألعاب البسيطة إذا عندك طفل صغير جوابي دائما كان أنه ما نصح بأي تاب بهذه الفئات السعرية أو الفئة الاقتصادية خلني نقول لأنه صراحة مواصفاتهم أقل بكثير من المستوى المطلوب بالوقت الحالي هذا كان رأي بتابلتات هذه الفئة قبل ما ينزل هذا التاب عندنا بالأسواق هذا هو الايتل فيستا تاب 30 اللي رح يجيب شاشة حجمها 11 بوصة يجيب ذاكرة 128 ويجيب مواصفات كثيرة صراحة أول مرة تكون موجودة على تاب بهذه الفئة السعرية سعر هذا التاب ما يتجاوز المية دولار تخيلوا أنه حتى يجيب أربع سماعات فلذلك اهتميت أنه أجربة خلال العشرين يوم اللي فاتوا كالعادة هذا رح تكون مراجعتي إليه بدايتنا طبعا رح تكون وية تصميم فالايتل فيستا تاب 30 رح يكون مصنوع بالكامل من مادة البلاستيك من ناحية الظهر والأطار أيضاً واللي هو شيء أكيد يعتبر منطقي بالنسبة تاب قيم تقريب 100 دولار ولكن تصميم الجهاز من ناحية الشكل رح يكون صراحة كلش بسيط وانيق بنفس الوقت ورح يكون مشابه نوعاً ما للآيباد برو من شركة أبل خصوصاً من ناحية ديزاين الكاميرات وطريقة الترتيب مالتها من الجهة اليمنى رح نشوف عندنا أزرار التحكم بالصوت بالأضافة إلى زر البوار وأيضاً عندنا منفذ لاستقبال الشريحة أو الذاكرة الخارجية بنفس الوقت فرح يكون عندك دعم لشبكات الفورجي هنا ممكن تستخدم الجهاز حال حال التليفون تقدر تربط عليه أنترنيت تجرى المكالمات وتسوي أي مهم يقدر يسوي هذا التليفون العادي فهذه النقطة تعتبر ممتازة جداً أن يكون عندك دعم للشريحة على تاب قيمة 100 دولار بيس من الجهة العليا عندنا منفذ الشحن أكيد من نوع التايب سي بالأضافة إلى سماعتين ومن الجهة السفلة أيضاً عندنا سماعتين لأنه نظام الصوت هنا مكون من أربع سماعات واللي رح يطيك تجربة الصوت من ناحية العلي والكواليتي صراحة ممتازة جداً قياسة بالسعر بشكل عام إذا تشوف فيلم مثلاً أو فيديو أو حتى تشغل أغنية مستوى الصوت رح يعبي لك الغرفة بالكامل ويكون واضح بشكل ممتاز وتجربة الصوتيات هذه أكيد ما تكتمل إذا ما تكون عندنا شاشة عملاقة فالشاشة على هذا التاب رح تجينا بحجم الدعش بوصة وأكون نسخة ثانية تكون بحجم أصغر شوية العشرة بوصة بنفس المواصفات بالضبط الاختلاف يكون فقط بالأسعار يكون سعرها أرخص شوية رح نسولف على هذا التفاصيل أكثر أكيد بنهاية الفيديو وكل النسخة سواء الدعش بوصة أو العشرة بوصة رح تكون أحجامهم كبيرة بصراحة ورح يطوك تجربة كلش حلوة من ناحية مشاهدة الفيديوهات مشاهدة الأفلام مثلاً أو حتى تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدامات الدراسية بشكل عام رح تقدر تقرأ الملازم ملفات البي دي اف مثلاً وبكل راحة وبدون ما تأذيك عينك عد ما تستخدمه للفترات الطويلة لأنه هنا رح تكون عندك أكثر من تقنية لحماية البصر بضمنها وضعية الأضاء الليلية اللي رح تحول لك ألوان الشاشة بشكل عام للألوان الدافية شوية الألوان اللي يتميل للصفار فبالتالي تخلصك من الأشعة الزرقية اللي تأذي البصر ماتك عد ما تستخدمه للفترات الطويلة دقة الشاشة نفسها رح تكون الـ HD Plus والتردد مالتها يوصل للـ 60 هرتز والنوعية أكيد رح تكون الـ IPS LCD فبشكل عام شاشة رح تكون بسيطة من ناحية المواصفات بحجم كبير وبتجربة الصوتيات ممتازة رح تكون عندك تجربة مشاهدة محتوى ممتازة جدا قياسا بالسعر خلونا إسا شوي نسولف عن الأداء فهذا الجهاز رح يجينا بأحدث نظام تشغيل الأندرويد 14 ويواجهة رح تكون شبه خالية من الأضافات وأقرب إلى نظام الأندرويد الخام ويو معالج ثماني النواء هو اليونيسوك تي 606 ورامات بسعة الـ 12 جيجا بايت مكونة من 4 رام حقيقي و8 رام افتراضي ويو ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وجود واجهة خالية من الأضافات على تابلت بهذا السعر صراحة خطوة ممتازة جدا لأنه هذا التاب إمكانيات اقتصادية والأجزاء اللي بهذا السعر بشكل عام إمكانيات اقتصادية من ناحية الهاردوير فإذا كانت الواجهة ثقيلة ومحشاية تحشي تطبيقات وإضافات وغرافيك وهاي التفاصيل هذه الأشياء راح تسبب عندك ثقل بالاستخدام ورح تخلي الجهاز بالواجهة بالاستخدام والتنقل تلاحظ بيه لاغ تلاحظ بيه تقطيعات ودروبات بالفريمات على هذا التاب ماكو هذا المشكلة نهائيا لأنه الواجهة مثل ما ذكرت ما بها أي أضافات رح تكون أقرب إلى نظام الأندرويد الخام وإذا حبيت تستخدمه استخدامات ألعاب مثلا أو كنت جايب الشخص يحبي يلعب ألعاب فرح يقدر التابلت يشغلك معظم الألعاب البسيطة بدون أي مشاكل وحتى لعبة مثل بوب جي قدر يشغلها على الدقة المتوسطة ونطاني بيها تقريبا 30 فريم بيداك كان جيد بصراحة تقريبا ما واجهت بيه أي مشكلة أما بالنسبة للكاميرات فهذا التاب رح يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل واللي رح تطيك نتائج بالنسبة للاستخدامات اللي هو موجه إلها يعني أنت بتابلت تحتاج تصور ورقة مثلا مستند أمور دراسية أمور مكتبية بشكل عام رح يكون أكثر من كافي لهذه الاستخدامات ونفس الشي بالضبط بالنسبة لكاميرات السيالفي أيضا رح تجيب دقة الخمسة ميجابيكسل ورح تكون جدا كافية لمكالمات الفيديو حضور الاجتماعات والاستخدامات المكتبية بشكل عام هذا الفيديو اللي أمامكم أكيد مصور بالكاميرا الأمامية للتابلت وظروفة للارة الممتازة للارة اللي أنا أستخدمها صراحة النتائج شوفها أكثر من ممتازة حتى وتفاصيل كلش حلوة ودوتة الصوت أنتوا رح تخيموها شو رأيكم بها؟ كتبونا بالتعليقات البطارية على هذا التاب رح تجيب ساعة السبع آلاف ميلي أم بير ومثل ما ذكرت بالمقدمة منفذ الشاحن رح يكون من نوع التايب سي والشاحن نفسي أكيد رح يكون ويت جهاز داخل العلبة هذه البطارية من ناحية العمر تنطيك تقريبا بين الأرباطعش إلى أسباطعش ساعة من الاستخدام على حسب سطوع الشاشة والإعدادات اللي انتخالها ونوع استخدامك بشكل عام ولكن بشكل عام ما توقع أكو شخص يستخدم التاب باليوم أكثر من 12 أو 13 ساعة إلا إذا كان عنده ظرف معين أو محاضرات مثلا وامتحانات وهذا التفاصيل أنا أعرفه وأحس بكم فإذا كان هذا النوع استخدامك وكانت هذه المدة البطارية حتكفيك يوم كامل بدون ما تحتاج أنه تشحنه وإذا كان استخدامك أقل يوميا 6 ساعات 7 ساعات رح تمشيك يومين بدون ما تحتاج أنه تشحنه بالنهاية السعر هذا التاب بالسوق العراقي هو 110 دولار لنسخة الدعش بوصة يعني بالعراقة تقريبا نحجة عن 165 ألف دينار والنسخة الثانية اللي يكون حجمها أصغر شوية نسخة العشرة بوصة رح يكون بالضبط تقريبا 100 دولار سعرها بالعراقة تقريبا نتكلم عن 150 ألف دينار هذا بالنسبة للأسعار ومواصفات الفيستا تاب 30 إذا تقولي بالنهاية إحسين أنت شو نصيحتك وشو رأيك بي فبعد ما جربته مدة 20 يوم إذا عندك إمكانية بسيطة وتريد تابلت بحجم كبير سماعات ممتازة ذاكرة كبيرة هذا الخص تاب تقريبا بالعالم يجي بحجم 11 بوصة سماعات رباعية وذاكرة 128 فهذه الثلاثة أشياء ما تجتمع عندك بتابلت سعرها 100-120 دولار تقريبا غير هذا التاب وبس هذا كان كل شخص فيديو اليوم أتمنى أن أعجبكم الفيديو وإستفادتم من عنده إذا تشوفنا أول مرة على اليوتيوب لا تنسى أن نبلايك وإشتراك وإذا تشوفنا على الفيسبوك فياكيد لايك ومتابعة خلي وصل لكل جديد كانوا ياكم أخوكم حسين تحياتي لكم